بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي وما زدنا في مسيرة النور مع سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم الذي يأخذ بأيدينا لينور حياتنا وإحنا قلنا إن سرته صلى الله عليه وسلم هي الجسر الرابط ما بين الوحي وما بين الحياة وعشان كده لإن إحنا في أمس الحاجة إن إحنا نحول قيم الدين إلى حياة بنمشي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في سرته النهاردة الموقف اللي إحنا عنا نكون بنتكلم عنه النهاردة في سيرة حضرة النبي بيبتدي بعد انتهاء غزوة أحد اللي استشد فيها من المسلمين سبعون وكان المشهد عبارة عن صور من القتلى وقد تناثروا في ساحة المعركة صورة ما هيش أحلى حاجة وللأسف بعض الجثامين إيه اللي حصل؟ ما السل بيها المشركون؟ كنت فاكرين طبعا سيدنا حمزة المسلمين تحملوا على أنفسهم وعلى جراحتهم عشان يواروا جثامين الشهداء تحت السر وهم بيحاولوا وعملوا كده أقبلت امرأة بتسرع في الخطة جاي من بعيد جاي من بعيد وبتسرع حتى كانت من سرعتها أن هي تصل إلى ساحة المعركة وتفصل ما فيها من أهوال وما فيها من تمثيل ما السل والمشركون بجثامين المسلمين وحضرت النبي يلمح ده يلمح أن المرأة اللي مقبلة نحوهم دي فيقشى عليه الصلاة والسلام أن المرأة تصلم بالمناظر البشعة اللي موجودة في ساحة المعركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما خلقت عليه النساء من رقة في الإحساس وإرهاب في الشعور فأكيد مش هتتحمل أن هي تشوف المناظر دي والمشاهد دي والعمل ومشيكون من تنكيل بالمسلمين وتمثيل بجوزسهم بشكل يعبر عن وحشيتهم وعدم إنسانيتهم وهنا حضرت النبي يطلق صيحة المرأة المرأة يعني إيه؟ خلوا بالكم المرأة يمنعوا المرأة أنها توصل وسيدنا الزبير يسمع الكلام دي يسمع أن لأ حضرتنا المرأة المرأة فيسمع سيدنا الزبير ده اللي كان أقرب الناس إليها يبقى سيدنا الزبير خلاص فيهم مراد حضرت النبي فانطلق زي السهم سيدنا الزبير نحوها وأدركها وأدركها أبل ما توصل إلى إيه؟ إلى ساحة المعركة وتشوف القتل فإذا به ماذا؟ أمه صفية بنت عبد المطالب رضي الله عنه عمت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامها ليقطع عليها الطريق ويمنعها من المواصلة لكن صفية رضي الله عنها كانت بطبيعة امرأة رابطة الجائش قوية يعني ست اعتمد عليها ست كبيرة قومها فدفعت ولدها في صدره عشان تنحيه من جانب الطريق عشان تروح واستمالت الزبير أنها تروح تشوف إيه اللي حصل لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بأنها ما توصلش وعزم عليك أن أنت ما تروحيش فلما عاملت أنه أمر من حضرت النبي راض أخط للأمر وخرجت ثوبين بحوزاتهما بعدما خرجت ثوبين كانوا معاها ثم طلبت من الزبير أن يجعلهم كفنا لأخيه حمزة لأخيها حمزة يا أبي أنت وأم يا رسول الله وكم تحملت سورة سيدنا حمزة فأخذ منها سيدنا الزبير الثوبين وانطلق بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعندما أشرفوا على سيدنا حمزة وجدوه بجانبه أحد الأنصار وقد مثل المشاركون ونحن نعرفين قصة طبعا قصة اللي فعله وحشي واللي تاب بعد كده وأسلم لكن حضرت النبي هذا المنظر كان مؤثرا في قلب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحوا أنه هو يكفنوا سيدنا حمزة الصحابة اللي كانوا حقا عليه ويتركوه عشان حضرت النبي هو اللي أم ده فقالوا لحمزة ثوب وللأنصار حمزة ما كانتش فيه واحد من أنصار ما كانتش ليه ثوب يكفن فكفنا كل منهما بثوبه الذي صار له وإلا هيبعث عليهم القيامة إن شاء الله إحنا بقى عندنا مسألة مهمة جدا 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 هو إيه اللي حضرت النبي بعلمونا في هذه القصة وخاصة أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان منع النساء في أول أمر أنهما يزوروا القبور بعدين أذن لهم فيما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نسخ الناهي عن زدادة القبور إحنا عايزين نقول إيه؟ أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بأبيه وأمي بيعلمنا درس ومراعات مشاعر النساء المشاعر الحقيقة أن هي تختلف عن مشاعر الرجال وبيعلمنا أن فيه درس مهم جدا مش مهم أن يبقى فيه واقع لكن المهم أن الناس تتقبل الواقع ده إزاي؟ الناس بتختلف في تقبلهم للواقع فالنساء بيختلفوا في تقبل الواقع فما حدش يجي يقول لهم استرجلوا ولا حد يجي يقول لهم أنتوا إيه اللي أنتوا بتعملوا ده؟ وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم منع السيدة الصفية أنها توصل لأرض المعركة لنعارف تأثير مثل هذه المشاهد وخاصة سورة سيدنا حمزة على المرأة يبقى حضرت النبي بيحط لنا عنوان كده أيها المسلمون عليكم بالوصية بالنساء فراعوا مشاعر النساء عنوان واضح حضرت النبي قدموا في شكل عملي بعد غزوة أحد راعوا مشاعر النساء طب يجي واحد يقول طبوا ليه النساء ما يطوروش من نفسهم ومكلف الأشياء غير طباعها هي طبعها كده وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نراعي طبعها ده والراعي حالتها فالراجل اللي جاي للزوجة ويقول لها ما احنا تكلمنا بس هي رغاية دلوقتي قلبها ما اطمأنش هي عايزة تتكلم مزيد من الكلام ما تجيش تقول لأ هو ده يكفي هي اللي لازم تغير اللي لازم تبطل مشاعر الاحتياج إلى الأمان ما ينفعش إنه قلها كده هي محتاجة للأمان فهي تتكلم معاك زيادة فلازم تتقبل إن هي يكون لها مزيد من الكلام عندك لأن هي طبعها عندها مشاعر هي المشاعر دي هي اللي بتخلي العلاقات تدوم لو لا إن هي عندها مشاعر بيتمير فيها إلى الرجل ما كانش رجل يبقى بطلها في الحياة وعشان كده إحنا لازم نراعي مشاعر النساء من مشاعر النساء إن انت متكسرش الست قدام أولادها لأن هي شايفة إن أولادها حياتها فلو كسرتها ومراعيتش مشاعرها قدام أولادها أنت في الحقيقة بتدمرها وانت بتخالف سيرة حضرة النبي وسنة حضرة النبي فإن لازم تراعي مشاعرها إنها في بعض الأحيين بيبقى عندها بعض الأعباء اللي بتخليها في الحقيقة قد تصب ببعض الكآبة فانت لازم تراعي مشاعرها ما تقول لهاش إيه الكائن النكد النكة دي ده لازم تراعي إنها في بعض الأحيين بيبقى عليها بعض الضغوط وبعض المخاوف حضرة النبي علمنا إيه إن احنا نسعى دائما إلى تأمين المرأة ولذلك إحنا طول الوقت لازم نراعي مشاعر المرأة لازم نعتبرها جزء أساسي من عبادتنا لله سبحانه وتعالى فنعمل إيه مساء البسيطة أقول لكم على شوية أمور كده تراعوا فيها مشاعر المرأة وإنتوا تبقوا مرتاحين أول حاجة مراعاة مشاعر المرأة جزء من بطولتك عايز المرأة تراك بطلا لو كنت زوجها رعي مشاعرها قدر مشاعرها وعشان تقدر مشاعرها تعمل حاجة تسمعها ولما تسمعها ما تسخرش من مشاعرها ولا تسفه منها لكن قدر مشاعرها شوف حضرت النبي السيدة عائشة تقول ورأسها فأقول لها بل أنا ورأسها الحاجة التانية على طول افضل تابع المرأة المرأة مبادر لما تكون محتاجاك لأن انت لو بدرت لما تكون محتاجاك عليها تحس بالأمان وعتشكرك أن انت وقفت جنبها الحاجة التالتة والمهمة كمان أولادك وخاصة أن البنات منهم حاول بقدر الإمكان تحسسهم بمكانتهم عندك وأن انت حريص عليهم وأن انت في ظهرهم وأن انت في سندهم مش بالكلام كمان ولكن كل يوم تعمل حاجة مناسبة بدأ يا سادة ربنا جعل المرأة مرآة عشان نشوف قد ايه احنا فينا طيابة وفينا رحمة وفينا خير وفينا جمال يا رب الهمنا ان احنا نعيش بهذه الصفات طول الوقت وجعلنا يا ربنا من الصالحين الذين يعملون بوصية سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم شكرا